وصل وابد قطع على تلفزيون نهاري لكم موجز للأنباء نستهله بالعنوين وفت سيدة وابنتها في ولاية اسكيكدا بسبب انفجار قارورة غاز ومصالح الأرصال الجوية ترتقب أجواء غير مستقرة مع أمطار مرفوقة بزخات برد على المناطق السحلية والداخلية للوطن مصطلح فققير الذي وظفه الوزير الأول عبد الملك سلال ليصنعوا الحدث في الفيسبوك والجزائريون يخرجونه من سياقه الحقيقية أهلا بكم إلى تفاصيل المجز تدخلت مصالح الحماية المدنية لدائرات القل في ولاية اسكيكدا في حدود ساعة منتصف الليل من نهار أمس من أجل انتشال وتحويل جثتي أم وابنتها قد تعرضتا إلى اختناق وحروق من الدرجة الثالثة بعدما انفجرت الغرفة التي تقيمان فيها بقرية عينغبالة واتبع إلى بلدية الشرائع في دائرات القل وذلك نتيجة تسرب كمية كبيرة من الغاز من طابونة كانت تستعملها العائلة لتدفئتها من البرد القارس أقول والذي يشتاح المنطقة وبحسب المصادر التي أوردت الخبر لتلفزيون النهار فإن الأمر يتعلق بالأمل البالغة من العمر 71 سنة وابنتها البالغة من العمر 35 سنة حيث تسربت كمية هائلة من الغاز من الطابونة وهن نيام مما أدى إلى امتلائها الغرفة والتي كانت مغلقة جدا حيث انفجرت قارورة الغاز تشهد العديد من ولاية الوطن صباحة اليوم ثلثاء جو غائم وبارد على كل المناطق الشمالية والشرقية للوطن تمتد إلى المناطق الداخلية ومثال على ذلك ولاية سكيكذا والتي شهدت سقوط كمية معتبرة من الأمطار والتي تسببت في غلق العديد من الطرقات داخل عاصمة الولاية كمرج الديب وسبعمائة مسكن وكذلك حي عشرين أوت وحي خمسمائة مسكن وغيرها مما أدى إلى شلل في حركة سير وغلق العديد من طرقات هذه الأحياء نتيجة الفيضانات ولمزيد من تفاصيل عنية الوضعية الجوية تلتحق بنا في الأستوديو زميلة سارة بوتيوتا صباحك سعيد سبع الخير بسا سبع الخير مشاهدين أيضا للوضعية الجوية رهي جد عادية وفاصلية هي نجمة عن تسرب هواء بارد في المستويات العليا للغلافة الجوية هذه الهوارة القادمة من أوروبا استقر على حوض البحر الأبيض المتوسط ما جعل الأجواء غير مستقرة على أغلب المدن الشمالية للوطن خاصة أنها الشرقية وينتكون مرفقة بأمطار أحيانا برد أما بالغرب فبعد السحر من شاء الله العبيرات تتخللها فترات من نصفها أما أيضا هناك تلوج مرتقبة على المرتفعات الداخلية ما في الجنوب وإن شاء الله بداية بالجنوب الغربي شمال أسورة وحتى بالصحراء الوسطى باتجاه شمال الصحراء أيضا الأجواء تكون من مغشات لغائمة قد تعطي بعض القطرات من الأمطار في بعض الأحيان أما في باقي المناطق الصحراوية إن شاء الله فالأجواء تكون من صفها إلى قليلة السحب على العموم درجات الحرارة الدنيا في صباحة اليوم إن شاء الله راح تكون منخفضة يعني حين سجلوا 6 درجات بكل من وهران وحتى لقلمان سجلوا 3 درجات بكل من تلمسان حتى للمدية أيضا بوسعادة قسنطينة وحتى لسطيف درجة واحدة تحت السفر لكل من البيض الجلفة وحتى لنعام 10 درجات للجزائر العاصمة نسجلوا درجة واحدة بالأعوات 11 درجة لعناب نسجلوا درجتين لكل من بيتنا وحتى لمعسكر أما في الجنوب الغربي فنسجلوا أيضا 11 درجة هحتى تراوح إن شاء الله أيضا ما بين 3 إلى 8 درجات بكل من حسر مال البشار غردية بسكرة وإليزيف حين حين سجلوا إن شاء الله 9 درجات بـ 8 رأسة وعشرة بعين صالح مشاهدين لأكثر تفاصيل للتقيم هذا قليل شهدت أمس عملية تحويل المتامين الأربعة بقتل طفل بها الدين بن طيبة من مقر أمن دائرة الكويفة إلى مقر محكمة تبسا من أجل تقديمهم أمام نياب العمى شهدت حالة غير عادية حيث تجمهر أمس مئات المواطنين أمام مقر الأمن وطالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام عليهم حيث تم نقلهم إلى السجن وسط إجراءة أمنية مشددة وهذا خوفا من حصول أي انزلقات من جهته قضي تحقيق الغرفة ثانية بمحكمة تبسا أو دع المتهمين الأربعة بقتل الطفل بها الدين بن طيبة الحبس المؤقت عن تهمة الاختطاف والحز وكذلك تهمة ممارسة الفعل المخل بالحياة ضد قاسر بالعنف وكذلك تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد تمكنت في ساعة متأخرة من أمس الفرق الإقليمية للدرك الوطني بمغنية الحدودية غرب ولاية تلمسان تمكنت من إجهاض محاولة لتهريب عشرة قناطير من الكيف المعالج نحو الشرق الأوسط بعد نصب كمين محكم على طريق منطقة الجربعة حيث تم رصد مركبة مشبوهة من نوع ميرسيداس كانت على متنها البضعة موزعة على 38 حقيبة ذات وزن 25 كيلوغرام من جهتها تمكنت مصالح أمن المقاطعة الغربية لأمن ولاية الجزائر العاصمة من تفكيك عصبة تتكون من أربعة أشخاص عن تهمة السرقة مع سبق الإصرار والترصد وهذا باستعمال جهاز يتحكم عن بعد هذا الجهاز يستعمل لفتح المحلات كما تم حز تسعة أجهزة من هذا النوع نتبع تفاصيل مع ابتسام أبو السلام ممكنت مصالح المقاطعة الغربية لشرطة القضائية الفرقة الجنائية من تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواطنين داخل مركبات هذه العصبة تكون من بعضهم تستعملوا تقنية جديدة وهي جهاز تحكم عن بعد الجهاز هذا الدور واسم المهمة هو بلوكاش تاعة الفرياش تاعة الفيكيل الطريقة التي يستعملوها هما أربع أشخاص بعد ترصد الضحية للمركبة يقوموا بضحية كيغلق المركبة تاعة يوقفوا له الفرياش سيارة تاعة ما تغلقش إلى قطاع السياحة الآن حيث تعتزم مجموعة فنادق كيندي الاستثمار في الجزائر وإنشاء فنادق حيث جاءت هذه الخطوة في إطار السياسة التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية والتي فتحت المجالة أمام المستثميرين الأجانب وهذا لتطوير قطاع السياحة والذي يعرف نوعا من الركود منذ سنوات في الجزائر سميرة مواقع وتفاصيل أنا أعتقد أن الجزائر من أهم الأسواق المستهتفى بالنسبة لنا إحنا بندير مجموعة فنادق مش في مكة بس في مكة المكرمة بلس يمكن أكبر عدد منها في مكة المكرمة فيه في المدينة فيه في جدة فيه في مصر والاتجاه إن شاء الله في الجزائر في الفترة المقبلة خصونا تتمتع بمقاومات هيلة ولكن يمكن الفترة الحالية يمكن التركيز الأكتر على الحج والعمرة ولكن إحنا سعيين بجد الإيجاد موقع مميز يكون إن شاء الله بادرة طيبة لإنشاء أحد ثلاث المجموات في نزيهنا في الجزائر أفاد وزيره والتجارة مصطفى بن بادة أمس الأثنين بأن أزياد من أربعين ألف جهاز تدفئة موزع على ثمانية عشر حمولة موقوف حاليا في الموانئ لعدم مطبقتها لمقاييسية سلمة وذكر الوزير بحجم الحوادث المنزلية جمعا سوء استعمال أجهزة سواء المحلية منها أو المستوردة موضحا في نفس الوقت لأن المديري العمال للحماية المدنية قد سجلت أزياد من أربعمائة واثنين وخمسين ألف تدخل خلال سنة ألفين واثنين عشر وكذلك أزياد من ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف في التسعة الأشهر الأولى لسنة ألفين وثلاثة عشر وأنه خلال أشهر الأولى من السنة الجارية أحصت ذات المصالح مائتين وواحد وثلاثن حالة وفاة مقابل ثلاثمائة وسبعة وتسعون حالة وفاة في سنة الفين واثنين عشر وهذا نتيجة حوادث منزلية بشتى أنواعها سواء تلك المتعلقة بالحروق الناتجة عن ردائة الأجهزة الكهرومنزلية أو عن سوء استعمالها أو استنشاق غاز أكسيد الكربون رغم الجهود المبذولة من قبل وزارات التجارة وكذلك الجماركة في مجال مكافحة انتشار مختلف السلع التي والعلامات المقلدة بالأسواق الجزائرية حيث أصبحت هذه الظاهرة تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وكذلك المستهلك على حد سواء ناسيما الوفي وحسن دينا لشهب عدلنا التالية لا تزال السلع الصينية المقلدة تكتسح الأسواق الجزائرية من سنة أخرى يحدث هذا في الوقت الذي دقت فيه العديد من الأطراف الفاعلة نقص الخطر بضرورة تحسيس الزبائن بمخاطر هذه السلع ملايين سلع مقلدة خلال سبع سنوات الماضية فيما يعادل في المتوسط مليون سلع مقلدة سنويا وهذه السلع مقلدة تخص خاصة مواد تجميل القطع الغيار، السجائر، مواد الكهرومنزلية ومواد الإلكترونية كين مصالح التجارة ومصالح الجمارك مصالح التجارة هي تقوم بالمراقبة أولا وتمنح المراقبة الجمارك وبعد يأتي مراقبة الجمارك المديرية العامة لرقبة الاقتصادية وقمع الغشي بوزارة التجارة أرجعت السبب الرئيسي لانتشار السلع المقلدة بالأسواق الجزائرية إلى فسح المجلي للخواص كهو معلوم ظاهرة عالمية، ليس مختصة في الجزائر ولكن عرفناها في الجزائر مع نهاية التسعينات مع تحرير التجارة ومفتاح الاقتصاد الوطني على التجارة العالمية أصبح الخواص يستوردوا وتم تحرير التجارة وسمحنا للخواص أنهم يستوردوا الخواص مع الأسف أن بعض منهم يقوموا بممارسات تجارية تميل إلى الغش انتشار السلع المقلدة والمقشوشة بالأسواق الجزائرية أصبح يهدد حياة المستهلك والاقتصاد الوطني أكثر من أي وقت مضى ما يستدعي تحرك المعنيين بالأمر لوضع حد تسويق هذه المنتوجة صنع مصطلح فققير والذي وظفه الوزير الأول عبد الملك سلال في سياق حدثي عن واقعي وأفاقي قطاع الفلحة في ولايتي الجنوب صنع الحدث على أكثر من صعيد في الفيسبوك أين أخرج مفهوم المصطلح الحقيقي والذي هو عبارة عن جمع لكلمة فققار والذي يعود لثقافة الشعبية لسكان الجنوب حيث أخرج عن سياقه في محاولة الاستهداف في الوزير الأول عبد الملك سلال أحمد حفصي تحول مصطلح فققير الذي وظفه الوزير الأول عبد الملك سلال في سياق حديثه عن واقع وأفاق قطاع الفلحة بولاية تمرست تحول إلى حديث العام والخاص بعد أن شنت العديد من الأوساط حملة شعوى وممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار الفيسبوك ضد القاموس اللغوي للمسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية كلمة فقاقير التي استعملها الوزير الأول عبد الملك سلال والتي هي عبارة عن جمع لكلمة فقارة المعروفة بولايات الجنوب والمتجذرة في الثقافة الشعبية لسكان الصحراء قد يصع أن نقول فقاقير وهذا لا يعني معنى مختلفا عن معنى الفقارات أو الفقارات أنا لا أرى أنه يختلف يعني والتي هي عبارة عن نظام تقليدي عجيب لتقسيم المياه بدقة متناهية بين فلاحية الجنوب ويستعمل في عمليات السقي وهو مصطلح متداول على نطاق واسع في الجنوب الجزائرية فقارة هذه بدأت أولها الأول يبدأ فيها إنسان واحد يدير حاسي اثنين ومن بعد حاسي اثنين ينضل آخر معه يدير حاسي ولا اثنين ولا ثلاثة ومن هاته اللي تنضج معه يبدأ النتاج انتعها يخذ بالتي هي حسن عبد المالك سلال الذي تقلد في بدايات مسيرته المهنية منصب وال في عدة ولايات جنوبية وظف مصطلح مستعمل بكثرة لدى أبناء الجنوب خاصة في القطاع الفلاحي ألا وهو مصطلح فققير عند حديثه عن أفاق القطاع الفلاحي بولاية تمرست أين تعهد أن ذاك سلال بتدعيم الفلاحين في مجال إنجاز ما يسمى بالفقارة فتصريحه سلال الذي أخرج عن سياقه ووظف لغراض وحسابات سياسيوية ضيقة لأطراف عدة تعمل على التشويش على عمل الحكومة عشية رئاسيات أفريل 2014 أثار كتاب جديد يحمل عنوان تزوجي وكوني خاضعة أثار جدلا في إسبانيا حتى أن وزارة الصحة هناك طلبت بسحبه فورا من سوق خاصة أنه صدر في اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة زهد ثابت أثار الكتاب الذي أصدرته أرشبيل جرونادا بإسبانيا والذي يحمل عنوان تزوجي وكوني خاضعة جدلا كبيرا في الأوسط الشعبية بسبب عدم احترامه للمرأة خاصة أن صدره تزمن واحياء اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة ويتناول الكتاب الذي ألفته الصحفية الإيطالية كوستانزا ميريانو العنف ضد المرأة